حياك الله أبو عبدالله في برنامج آية و حكاية سعيد جدا و شوفتك صديق عزيز من أكثر من عشر سنين يا أبو عبدالله شرفتنا الله يخليك شرف لي يا أبو راشد و الله يخليك لنا يا أخوي اللي يحفظك و يطول بعمرك و نمسي عليك و مبارك لك بالشهر أنت و أخواننا المشاهدين الذين يشاهدوننا عبر تلفزيون الكويت هذه الساعة المباركة يا حبيبنا الله يحفظك يا حبيب أبو عبدالله قبل اللقاء نبحك قلت أنا شون منسجل الحلقة لكن الحمد لله لا نعمر طيبة لحيك شي تواو زي الله يحفظك أبو عبدالله يعني أنت قريب وايد من الشباب الشباب يعني سبحان الله موضوع الفتور و القرب من الله عز وجل الإنسان يضعف و يرد مرة ثانية و يقرب من الله عز وجل يقرب من القرآن يقرب من الصلاة يقرب من صلة بالله عز وجل من خلال الدعاء أنت دائما تحرص يعني لما صرفت معاك في موضوع الآية اللي يحبها أبو عبدالله الآية اللي أثرت في حياتها الآية اللي تشكل شخصيتها و ميولة و لها حكايات أكيد يعني معاك قلت لي إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم و اتق الله لعلكم ترحم يعني أنت حريص جدا على موضوع الإصلاح ليش يعني شو السر وراه؟ والله الأمانة براشد يوم كنت أنا صغير في بداية تجربتي في الوسط الفني فأحنا دائما ما يكون الممثل صغير ما يكون صوتها واصل بحيث أنه مثلا يقدر يوصل رسالة أو ممكن أنه يأثر يأثر فلما نشوف دائما في ذاك الوقت والله يبعد إن شاء الله الخلافات لما يكون الخلافات بين الأخوان الفنانين فقد دائما أنا أشوف أن هذا الموضوع يعني ما يسوى ما يسوى أن نحن اليوم نختلف مع بعض سنين على اختلاف وجهات نظر محتاج مبادرة محتاج واحد مصلح هذا هو اللي أنا كنت دائما الشيء اللي أنا أسعى له السورة القرآنية أذكر وانا كنت صغير في مسجدنا في الجابرية كنت دائما ما أصلي الفير فبعد صلاة الفير كنت لما نخلص الصلاة كنت تصير مثل دائرة وشوف إمام المسجد مع أخوان الموجودين المصلين كبار صغار اسمحهم يقولون سور قرآنية ويساعدون بعض في التجويد نعم لكل واحد مثلا يقول حلقة قرآنية حلقة قرآنية فأنا أسمع وقاعد بعيد حوتان ناطر ينادونه بس قاعد إذا نروح لا قاعد فلتلقى مثلا اليوم الأول اليوم الثاني يمان المسجد قال الضار الدعاة ما يبنى حد لا قاعد فهلما قاعدت معهم حسيت براحة مطبيعية فكان عندي مشكلة في التجويد فقاعد أقرأ فإنما المؤمنون أخوة أنت صادق جميل تحب التجويد تحب القرآن تحب التلاوة فكنت أبي 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 أتعلم تثبت تلاوتك فهذه الآية بذاك الوقت رنت بإذني أن فعلا نحن اليوم كفنانين أو كأي شباب أو أي مجموعة يشتغلون بشدة المجالات لازم لا يوصل بينهم الخلاف أكبر من المشكلة نفسها والخلافات واردة يعني ستحصل شيء وارد أن اليوم نختلف في وجهات النظر لك ومعناته أننا اليوم نعادي بعض فقد دائما أطمح أن أنشر الصلح بين الخوال الفنانين أنشر المحبة والخوة اللي بيننا ونترك أثر طيب هذا هو اللي يدوم ويعيش بيننا أي شيء ثاني فهو رايح زايد سبحان الله يعني موضوع الإيمان هو الدافع وراء الأخلاق مع أن الأخلاق يعني سبحان الله شيء ثابت في الإنسان طبع ومثل الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص يعني لكن الأخلاق هذه لا شك أن أنت تورثتها يعني عن والدينك طبع الله يرحم الوالدة أكيد يعني كنفقتها في عمر صغير كان عمرك تقريبا أربعة عشر سنة صحيح نعم رحمة الله عليها الله يرحم والد الله يحفظه يعني أكيد فيه تأثير في موضوع التربية هذا شيء يعني ما ينفق من الإنسان أمية بالمية أنا دائما أقول لدي حق الرابع والإخوان نقعة بدوانية فأقول لهم دائما أن والدي الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله يحفظ ببهاتكم كان دائما حريص علينا وحنا صغار رغم أنه مثلا كان فيه جو مرح وكان فيه جو الكوميديا من وحنا صغار لكن كان دائما حريص أن نحن نصلي الصلاة بوقتها نصلي الفرض نروح نصلي الفجر بالمسجد صلاة الجمعة هذه التفاصيل ونحن صغار تلقى مثلا ها ها إن شاء الله ها كذا لكن مع الوقت حسينا بقيمة هذا الشيء اليوم أنا خالد لما أشوف عيالي وأشوفهم أبيهم يتأثرون فيني ويشوفون أنا شون أصلي الصلاة بوقتها عرفت شنو أهمية هذا الشيء عرفت أن أبي شون كان يحرص علينا أن نحن نصلي الصلاة تعلمتنا الانضباط تقربك إلى الله سبحانه وتعالى أكثر حتى أنا دائما أضرب مثل بسيط أن أقول دائما نحرص أن أنت واصل مع سواء مديرك سواء مع مسؤولك سواء مع أخوك سواء مع شخص تعزه طول عمرك واصل يا يا حبيبي يا براشد سألقى أقول كلام حقك هذا الله سألقى حابب فالصلاة هي هي صلك الوصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فلازم الإنسان لا يكتعها هذا الجانب الإيماني نعم لكن الجانب الأخلاق لا يحرص الإنسان على الصلح بين الناس إلا أن يكون فيه يعني تربية أخلاقية أيضا يعني غير الإيمان طبعا طبعا يعني هذا شيء الحمد لله اللهم لك الحمد نحن تربينا عليه وكبر معانا شوي شوي وأيضا أنا يعني لواحد لازم يقول كلمة الحق يمكن أنا من الناس المحظوظين أن في ذاك الوقت في عمر الأربعة عشر سنة والخمسة عشر كان عندي صديق واخو دنيتي هو أخوي فهد لرويشد أوجه له تحية وهو اللي كان يعني بالنسبة لي الشخص اللي خلاني أحافظ على نفسي بشبابي كنت تلقى وايد شباب ذاك العمر تلقى طايش يروح يطلع وخصوصا أن أنا كنت أمثل وأنا صغير فمثلا كان كنت أطلع بأي وقت عبوا أن أصور مسلسل أو قاعد نسوي مسرحية فهو كان حريص يذكرني فهد وهذا واجب دائما الصديق والأخ أنه يكون ناصح ويذكر يصدقك إيه ويذكرك والمر على الدين خليلة أنك أنت شلون دائما تذكر خوك ففهد رويشد بذاك الوقت أنا بعمر المراهقة كان دائما يذكرني أنك تحافظ على صلاتك أنك تحافظ على نفسك أنك ما تحاول التأثر بأي طبع مو من العادات والتقاليد اللي أنت تربيت عليها نعم وهذه أهمية البيئة والصحبة الصالحة أنت ما كتفيت فقط في تربية البيت أيضا كان محيطك طيب من خلال الصحبة الصالحة من خلال الحلقات حتى اللي كنت تحضرها أحيانا الإنسان يحضر حلقات تحفيظ و يكون يعني ما الله أرزقه يعني قوة حافظة ما حافظ القرآن ما حافظ حتى يعني حتى ربعة لكن على الأقل نشغل بشيء عن معصية صحيح يعني هو عندك هني بحلقة قرآن حتى لو ما يحفظ و بصحبة صالحة أحسن من ما أنه ينجرف وراء مخدرات اليوم في تحديات كثيرة و مغريات كثيرة طبعا طبعا أمية بالأمية و نحن دائما يعني نحرص على شبابنا أنهما يبتعدون عن هذه الآفة اللي هي تلقاها تدمر نفسك و صحتك و عائلتك و تخسرك أكثر ما و تضرك فإن شاء الله يا رب أننا الله يثبتنا آمين يا رب إن شاء الله و لا يغير علينا و أيضا يعني بور آشد هذه الكلمة من القلب إلى القلب و أنا أقولها لك و قلتها لك قبل الهوى و قلتها لك الآن يعني أيضا أنت مشكور يعني نحن لما أنت يما عندك اليوم بهالبيت إن شاء الله عسى بيت عامر و هالحلقات الدينية اللي تصير و الاشيوخ الكبار اللي حضرون و يعطونا دروس و يوم مثلا بالأسبوع نحن نحضر نسمع درس و نتناقش فيه مع الشيخ هذا كله يكون شيء مكتسب لنا نعم نعم هي الدروس يعني وسيلة من الوسائل يعني لكن لا شك أن الدين و النصيحة و هذه مسؤوليتنا كلنا يعني اليوم أنت شخص مؤثر جدا يا أبو عبدالله و لا شك أن الناس تنتظر منك يعني يعني الضحكة الحلوة و خفة الدم و سعة الصدر و تنتظر أيضا الأشياء اللي إنسان يغرسها بشكل غير مباشر يعني الناس ترى ما تحب التلقي و الأوامر و يمكن كل نفسي ما نحب الجدية صحيح الجدية يعني منفرة أحيانا بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق يعني بعض الصحابة قال إن منكم منفرين يعني أنا مرات أقول يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق صحابي إن منكم منفرين فما بالك بوقتنا الحين صحيح يعني إنسان لا شك إنسان يعني أحيانا تحصل عند غير على دينه يشوف شيء غلط يشوف شيء في مجتمع غلط لكن طريقة تعبيرك قد تنكر شيء بمنكر أكبر منه صحيح أو تعالج يعني خطأ بخطأ أكبر منه صحيح لكن الإنسان لما ينشغل بنفسه ينشغل بعطاءه لا شك إنه يلهى عن سفاسف الأمور يعني صحيح صحيح أن أحسنتم فأحسنتم لأنفسكم صحيح و حتى عشان شيء ذي أنا دايما أذكر براشد شيخنا الشباب اللي معاي في المسرح حريص أنا دايما قبل كل عرض أن نحن نقرأ الفاتحة و نقرأ المعوذات مع بعض و نسوي دائرة كلنا و أحيانا يعني اللهم لك الحمد مثلا مسرحية نوصل فيها أمية عرض من خلال الأمية عرض مع كل عرض عرض رغم واحد عرض رغم أمية عرض رغم خمسين كل ما الفنان يعرض أكثر كل ما يفرح من داخل فأنا أقولهم دايما خلونا نذكر الله بكل عرض لأن كان فيه توفيج فهو من الله سبحانه فبالعكس حلو أن نحن دايما نذكر بعض و نكون على قلب واحد أقول لهم يمكن ترى دايما مع كثرة العروض تلقى الفنانين خذوا على بعض زيادة تلقى أول يوم كنا نسلم على بعض رابع يوم خامس يوم يبدأ خلاص يقول لي راح قاعد بروحه يقول لي راح قاعد هناك شوية و يدخل عارف مين يدخل دخوله يعني ميانه أم مليته من بعض نحن شبه ملينا لا تشوف لي ويوه الله يحفظه أنه خلاص مع كثرة العروض و نتم شهرين ثلاث شهور فهلا تلقى أهلا بالخير بس أقول لهم قبل العرض ما نحن نتيمه هذه مهمة مهم أن نحن نتيمه و نكون على قلب واحد و نتوكلين على الله سبحانه و تعالى و نصلي جماعة كلنا في المسرح لأن الوالد بالعقال ما يتخاف برمعه الله يحفظه يعني اليوم أبو عبدالله هل تشوفوا أن المسرح قاعد يقدم رسائل خلنا نقول نافعة للمجتمع أو فيه تقصير والله الأمانة يعني للفترة التي طافت براشد يعني شيخنا كان فيه تقصير و أيضا في الفترة الحالية مهما نحاول نشتغل و نسوي كان فيه تقصير كان فيه تقصير مو قصورا في جهود الشباب فيه تقصير لأننا عندنا أرث كبير تركوا لنا روادنا الكبار الله يحفظهم و يرحم من توفى منهم فالمسؤولية هذه التي تركوها علينا هي مسؤولية كبيرة فأحنا اليوم واجب علينا أن نكمل المسيرة و نكمل هذا الفن مثل ما هم قدمواه لنا و اليوم الفن الكويتي معروف في الوطن العربي كله فأحنا لازم علينا أن نكمل هذه المسيرة بس أنت و عبدالله فيك شغلة مميزة يعني و عند كثير من الشباب أيضاً اللي هي أنه أنت ما نجرفت يعني فيه ناس شون تبوه مني أقدم أقدم صحيح لكن أنت لا عندك عندك قيم عندك نشأة صالحة عندك فكر عندك و معامل بالنس يعني يعني غالباً اللي يقدم رسائل يكون جده يعني كأنه يقدم برنامج سلامتك يعني مع الفرق يعني مع أنه كان بوقته يعني شيء لكن الآن لا يمكن الناس تتقبل يعني يعني الرسائل المباشرة المباشرة هذه لكن أنت يعني محافظ على لفل الكوميديا والضحك والنجاح الباهر لكن ما نسيت يعني ما نجرفت يعني زملائك يعني أنا دائماً أقول لهم شيخنا أن الفن هذا هو اللي يبقى اليوم الفنان لمن يقدم عمل محترم على خشبة المسرح فهو يحترم نفسه و يحترم الجمهور أيضاً اللي حاضر و اليوم الجمهور منه الجمهور أمي وأبوي اللي يحضرون المسرحيات ناس كبار صغار ملتزمين نعم و يراعي يعني قبل لا يراعي الجمهور يراعي الله عز وجل طبعاً يراعي الضوابط الشرعية صحيح يراعي الجمهور صحيح يعني لأنه فيه مجتمع متلقي يعني فيه الصغير والكبير والناس اللي حريصة على بيتها حريصة على أخلاقها و ان شاء الله ما توصون يعني صحيح يأخذها بشكل كوميدي لكن تكون أثرها مو حلو فإحنا من شاء الله دائماً حريصين على خشبة المسرح على كل حركة و على كل تفصيلة و جملة و نعزز المعاني المهمة خصوصاً يعني لأن من خلال كوميديا ترى تقدر وايد رسائل أنت تحط من خلال الضحكة تقدر وايد شغلات أنت فيه شيء يعني ملازم للأعمال الفنية سواء بالكويت أو خارج الكويت اللي هو تجسيد الشخصيات الدينية أحياناً أنت يعني تجسد شخصية دينية أو المطوع أنصح التعبير و أنت تتكلم عن خلق و هذا بشر مو منزه صحيح و بعض التجسيد للأسف يستهزئ أو يتكلم مو عن أخلاقه أو عن طبع فيه أو تصرف خاطئ عند مطوع أو مل أو كذا لا يستهزئ بسنة أو لحية أو يعني قاعد يتعرض للدين من خلال هالشخصية أنت يعني أنا أعتقد أنه فيه فترة من الفترات لما كان فيه مكان فيه ازدهار للدعوة كنا نشوف فيه احترام من الفنانين يعني ما كان فيه شيء يقدم من هالقبيل صحيح الآن و قبل قديما كان فيه تعرض على هالقسمين إذا كنت تتكلم عن أخلاق عن تصرف خاطئ بالعكس نصيحة وتشكر عليها لكن مسألة الاستهزاء بالدين يعني مو بالشخصيات مو بالأسهام هذا احنا ضدها أكيد يعني ضدها و ما نقبل فيها أبدا أيضا حتى رموزنا الدينية احنا ما نرضى أن أحد مثلا يتعرض لهم على خشبة المسرح أو حتى من خلال الفن نفسه واللي يسوون أو يجدمون على هذا الشيء فما يدومون يعني تشوفهم فترة معينة هبة وقت معين و سبحان الله ترى مو تقول مثلا أحد خرب عليهم أو تقول مثلا أحد حرك عليهم أحد ووقفهم تشوف سبحان الله هما شويش وتلقاهم يا هما ما يكملون مع بعض أو يختلفون مع بعض أو خلاص تلقي هذا الشيء ما يستمر لأن اليوم الناس واعية أنت شون تستفيد اليوم لما أنت تحارب تحارب الدين يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم في عديد القدسي يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فكيف هذا مولي أنت قاعدت عادي السنة قاعدت عادي الدين قاعدت عادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة الصلاة صحيح نعم فهذا يعني الأمر الظاهر على شخصية أبو عبد الله يمكن جوانب كثيرة أنت تكلمت فيها في لقاعات كثيرة لكن الجانب الإيماني هذا والجانب الأخلاقي والجانب القيمي التربوي يمكن ما تعرضت له في لقاء من قبل أول مرة أين وأيضا حتى الجانب هذا مثلا اللي من خالد يعني أنا الأمانة حسة هو جزء من شخصيتي يعني دائما أنا بالدوانية مع ربعي مع أخواني هذا أنت ما طبعا يعني هذا سجيتك يا أبو عبد الله يعني في ناس للأسف تقسم المجتمع يعني كأن المجتمع الواحد المسلم كأنه في يعني معزل في فجوة مؤمن وكافر وهذا وراها سر ترى يعني للأسف الاعتقاد الخارجي أو اللي فيه تكفير للناس من علاماته أنه يكفر بالمعصية يشوف إنسان مثلا عنده تقصير في جانب معين يحكم عليه بالكفر حتى لو من خلال ردة فعله الغير مباشرة يعني الخوارج بعضهم يرى أن مرتكب الكبير كافر وبعضهم يرى كل من وقع في المعصية كافر لذلك قسمة المجتمع هذه ما كان يعرفها مجتمع الصحابة أنه بسعى سلام كان يتلطف حتى مع العرابي يتلطف مع حتى المنافقين اللي كان يعرف بعض أسماءهم صحيح لذلك يعني إحنا مجتمع واحد يعني أنا التقيت وحتكيت أنا كنت أسجل في أستوديوهات النظائر ورومكو وكنت أسجل القرآن من التسعينات يعني من 96 كان أول شريط لي ينزل يعني نفس مواليدك يعني أنت عمري أو نفس عمري يعني يعني ولك طولة العمري الله يحفظك من هذاك الوقت أنا أحتك يعني بالوسط الفني أشوف فيه الناس كنت قريب منه يعني أشوف المصلية أشوف الخلوق أشوف يعني أنا ما حبيت ما أحب موضوع فصل المجتمع أنت كيف تتأثر وكيف تؤثر صحيح وكيف يكون لك يعني بصمة إلا بالاحتكاك مع الناس ونحن واحد نعم ونحن فعلا واحد وإخوان وأهل ونحن اليوم نمتيم مع بعض ونقعد ونتلاقى نعم في الأسرة الوحدة قد تجد يعني بالضبط بالضبط تفاوض في الميول في المجالات وكذا لكن الإنسان يسدد ويقارب صحيح يعني هذا أمر أمرنا فيه الشارع الحكيم يعني الاقتصاد في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته على سنتي فقد أفلح ومن كانت فترته على غير ذلك فقد يعني حلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التقصير موجود لكن نحن مأمورين بالاقتصاد في العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشد الدين أحد إلا غلبه إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق الدين يسر لكن ليس معنى اليسر أن أنا أتساهل في المحظورات أتساهل في المحرمات اليوم نحن نعيش للأسف تقصير عام صحيح كلنا مقصرين يعني كلنا أصحاب خطأ عندنا استهانة في كثير من المحرمات للأسف اعتدنا على عقيتها وعندنا تحديات صراحة خصوصا مع وجود السوشال ميديا في تسويق أيضا لمثل هذه الأمور أنت حتى كأب أنت لمست الجانب الجانب الحرص من والدك الله حفظه وأكيد أنت رح تقدم والجانب اللي عندك هذا رح يستمر مع عيالك أكيد أمي أبو الميا وخصوصا أن اليوم نشوف اللاحب هناك مني جاهر بالمعصية وهناك مني يبينها النهي عادي لكن نقول يعني يبكرينه يبكر الله والله وخير المها كريم نشانده يا عزيز وغالي شرفتنا فيه برنامج أي حكاية برنامجك قال شرف لي PETER الله يباريش كيف بدأنا الحلقة أحب عزيز والغالي الله يخليك الله يسالك الله يستسلم